مرحبا بكم اليوم ان شاء الله هنعمل خبز التوست فقط بالسميد سريع جدا يلا على الوسط سميد نعم نفس السميد اللي منستخدمه للهريسة وللبسبوسة في منوخشن ونعم احنا منستخدم النعم 4 كوب ونصف سميد 600 جرام معلقة صغيرة ملح او حسب الزو خميرة معلقة ونصف كبيرة 15 جرام واذا بدكم تعمل ممكن نعمل خميرة البلدية بالمنزل حاوضع الوصف تحت فيه صندوق الوصف هي كتير صحية 3 كوب ماء دافئ 600 جرام استخدم دائما نفس الكوب لنفس الوصفة اي كوب كان صغير او كبير نخلط العجنة جيد حوالي تقريبا اخذت معي 5 دقائق انا حاوضع المكونات على الشاشة اذا كنتم بحاجة الى التقاط صورة للمكونات اذا كنتم بترغبون في صنع عجينة صغيرة يمكنكم استخدام خلاط فواقع مثل هيك ممكن وضع البزور مع العجنة لتعزيز القيمة الغذائية هو اختياره ممكن اي نوع بزور متوفر عنكم بالبيت ملئ نص القالب لانه هتخمر معنا هتضاعف الحجم نوضع ورق الزبدة في القالب او نوضع اي نوع من الدهون ممكن وضع البزور هو اختيار ايضا بالاعلى بعزز القيمة الغذائية نترك العجنة تخمر المدة حسب درجة حرارة المنزل المهم يتضاعف الحجم الكمية اللي بتزيد معنا ممكن نوضعها نعمل فيها خبوز عادي للحشي ممكن نوضع السمسم او البزور نفس الشيء ولكن مدة الاستوب بالفرن تختلف نترك العجنة ترتاح 15 دقيقة هي خمرت معنا القالب تشغيل المسبق للفرن من الاعلى والاسفل 170 درجة مئوية نوضع الخبوز بالرف الاوسط لمدة 30 دقيقة بعد 30 دقيقة نتفع النار ونترك الخبوز يبرد داخل الفرن والباب يكون مغلق هذه هي المكونات هيك بعد ما برد تقريبا ما برد معي كتير ولكن هنحفر جيكو كيف لسخون شوية هذه هيك خمرت بعد 15 دقيقة نشغل الفرن مسبقا 220 درجة مئوية من الاعلى والاسفل يختلف الحرارة بين القالب وبين الخبوز العادي نضحها بالرف الاوسط والمدة يجب مراقبتها حسب نوع الفرن وهذا القالب هو مفروض انه يبرد اكتر من هيك ولكن محنا ممكن نطلعه ونوضعه على شبكة المطبخ على الشبكة تبعه الفرن او اي شبكة حتى يبرد تماما هفرجيكو كيف من الداخل هو سخون شوية ولكن يعني كل مبارد كل مكان افضل كتير هو روعة ومميز شايفين كيف مع البزور كمان البزور هي اختيار مع البزور بعزز النكهة وهذا الخبوز العادي دائما ما في وصفة بتناسب كل الانظمة الغزائية ما بتناسب كل الناس يجب دائما مراجعة المكونات هل انه بتناسب نظامكم الغزائية ام لا انا لست طبيب مختص كل رغيف مية وستين سورة شوفوا كيف من الداخل كتير هو روعة ومميز والطعم بجد طعم كتير روعة هذا بينفع للحشي كيف شوفوا كيف طره هو طره قليا كتير متل ما انتو شايفين كتير هو روعة اتمنى تتطبيق لي رايكم تحت بالتعليقات لانه رايكم كتير بهمني الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك اتمنى اشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شيف ناعل منشان يوصلكم كل جديد في امان الله